تحفظ مونيرو بوسطة شبكة عقد لمركزية يديرها المستخدمون حول العالم تقوم العقد بتوزيع تاريخ البلوكشين والتحقق من سلامة التشفير ونقل المعاملات من نظير إلى نظير لم تكن شبكة مونيرو لتقوم لول العقد وعند إدارة عقدة خاصة يتمتع مستخدم مونيرو بتجربة أكثر أمانا وخصوصية لتشغيل عقدة تحتاج إلى حاسوب متصل بالإنترنت ومساحة تخزين عند أول تشغيل للعقد تتزامن مع الشبكة وتنزل نسخة من البلوكشين من نظراء آخرين تنمو البلوكشين مع زيادة المعاملات إذا كانت مساحة تخزينك محدودة يمكنك تقلص حجم البلوكشين إلى الثلثين عبر التقليم لن يمس ذلك بخصوصيتك أو سلامة البلوكشين يمكن استخدام مونيرو بلا تشغيل عقد العديد من مستخدمي مونيرو يستخدمون العقد عن بعد باستخدام المحفظة الرسمية الأساسية أو محافظة خارجية موثوقة أو عبر تطبيق للجوال لأن مشغلي العقد يمكنهم السماح بالوصول إلى البلوكشين خاصتهم ليفحص المستخدمون البعيدون البلوكشين بمفتاحهم ويرسل معاملاتهم من أجهزتهم الوصول إلى عقدة عن بعد لا يكشف XMR المرسل أو جهته لكن يمكن للجهات الخبيثة إعادة توجيه معلومات مغلوطة عن البلوكشين أو خداع المستخدمين لقبول رسوم كبيرة أو تسجيل عنوان IP وأوقات وصول مستخدم البعيد يوصى بتعرف المستخدمين عن بعد على التوجيه البصلي واستخدام عقدة صديق موثوقة لأمانهم ونوصي المستخدمين الأكثر نشاطا كالتجار بتشغيل عقدتهم الخاصة يوجد عقدة نشطة يتمتع المستخدم بخصوصية أكبر بفضل دانديليون بلاس بلاس أثناء تشغيل العقدة لا يمكن تهديد إن كنت ترسل المعاملات على شبكة مونيرو أو تعيد توجيه معاملات من عقد أو مستخدمين بعيدين آخرين لاحظ كيف تمتزج المعاملات المرسلة من العقد مع المعاملات التي يتم إعادة توجيهها وبالتالي تخفي المعاملات المرة عبر عقدتك معاملاتك ولا يستطيع المراقب معرفة متى تتصل بشبكة مونيرو لفحص البلوكشين أو لإرسال معامله وأخيرا تنقل معاملة مونيرو محليا أو عن بعد بمرحلة الجذر إلى عقدة مجاورة بشكل مخفي ثم تشارك العقدة المجاورة المعاملة مع العقد الأخرى حولها في مرحلة الجذع تستمر مرحلة الجذر عبر عدة عقد لإخفاء بدء مرحلة الجذع وبالتالي منع اكتشاف مصدر المعاملة الأصلية تعد العقد أساس معاملات مونيرو تفضل بزيارة getmonero.org وشغل عقدتك اليوم ترجمة نانسي قنقر